ماذا تقول إذن آخر أرقام استطلاعات الرأي في السباق الرئاسي بين نائبة الرئيس الحالي كاميلة هارس والرئيس السابق دونالد ترامب؟ للإجابة على هذا السؤال تنضم إلينا من كاليفورنيا الشريكة في بي اس جي خبيرة الاستطلاعات الديمقراطية لينزي فرمين أهلا ومرحبا بك معنا سيدة فرمين ستة أيام فقط إذن تفصلنا عن الخامس من نوفمبر ماذا تقول استطلاعات الرأي فيما يتعلق بالأرقام وهذا السباق الرئاسي بين هارس وترامب؟ نعم الاستطلاعات تتقارب أكثر مما كانت متقاربة على المستوى الوطني هارس لديها تقدم بنقطة واحدة في تصويت الشعبي عبر كامل البلاد ولكن فيما يتعلق بالولايات المتأرجحة السبعة الأساسية ترامب يتقدم في ثلاثة من هذه الولايات أريزونا وجورجيا وبنسلفينيا في حين أن هارس تتقدم تقدما ضئيلا جدا في ميشيغن وويسكونسين وهناك تقارب وتساوين 50% و50% في نورست كارولاينا ونيفادا سيدة فربيين إلى أي مدى يمكن تصديق هذه الأرقام والفروقات وهي بسيطة خصوصا مع تجارب بشأن استطلاعات الرأي في انتخابات سابقة نحن نحاول أن ندرس الأرقام التي تقدمها الاستطلاعات لنتخطى النتائج التي تأتي من استطلاعات منحاذة إما إلى الجمهوريين أو إلى الديمقراطيين وبالتالي نريد توجها عاما كل هذه الاستطلاعات لديها هامش من الخطأ يتراوح بين 2 إلى 4 نقاط مئوية وبالتالي قد تكون مخطئة ربما لن تكون على مستوى الخطأ الذي شهدناه في العام 2020 أو 2022 وطبعا عندما تخطئ الاستطلاعات لمصلحة أي من المرشحين ذلك يكون لديه تأثير نعم سيدة بيرمين دعينا نرخص سريعا للمشاهد ما تقوله الأرقام حاليا تقول بشأن هاريس لا تزال متقدمة إذن على المستوى الوطني حاليا في مواجهة منافسها الجمهوري دونالد ترامب إذ منحتها استطلاعات الرأي وفق موقع 538 حاليا منحتها 48 نقطة وعشر نقطة بالمئة مقابل منح المرشحة الجمهوري دونالد ترامب 46 نقطة فاصل سبعة بالمئة إذن التقدم ما زال تفيفا لصالح المرشحة الديمقراطية كاملة هاريس بالانتقال إلى الولايات المتأرجحة وتبعا للأرقام التي زودتين بها سيدة بيرمين البداية من بنسلفينيا يتقدم إذن المرشح الجمهوري دونالد ترامب على هاريس بفارق نقطة مع حصوله على 49 مقابل 48 لهاريس بالانتقال إلى جورجيا هذه الولاية المهمة والمتأرجحة يتقدم ترامب أيضا على حساب هاريس بفارق نحو ثلاث نقاط مع حصوله على 51 مقابل 48 نقطة لكاملة هاريس في المقابل تتقدم كاملة هاريس المرشحة الديمقراطية في هذه الانتخابات على ترامب في أريزونا بفارق نقطة واحدة مع حصولها على 48 مقابل 47 لصالح دونالد ترامب هذا عن السباق الرئاسي أما عن إذا منتقلنا منه إلى السباق الآخر وهو المتعلق بانتخابات الكونغرس بمجلسيه بالطبع النواب والشيوخ حيث يسعى الحزبان لانتزاع الأغلبية في هذين المجلسين سيدة فرمين نعود إليك إذن مرة أخرى وإذا بدأنا بمجلس الشيوخ ما الذي تقوله استطلاعات الرأي اليوم وهل من جديد بشأن الولايات التي ستحسم الأغلبية في هذا السباق الاستطلاعات تظهر أن الديمقراطيين متقدمون في غالبية الولايات المتعرجحة في مجلسي الشيوخ ولكن هذا الفارق يتراجح في أريزونا الفارق ستة نقاط لمصلحة الديمقراطيين في ميشيغن سلوتكين اقتربت من روجرز بحوالي الفارق أصبح أربع نقاط في نيفادا جاكي روزن تحافظ على تقدم سبعة إلى ثمانية بالمئة في بنسلفينيا بوب كيسيز لديه تفوق على مكورميك سلاسة فصيلة خمسة نقاط وفي ويسكونسين المرشحة الديمقراطية تقدم الجمهوري بأربعة نقاط فقط هناك طبعا مقاعد كثيرة ما زالت مفتوحة قد تتحول من الديمقراطيين إلى الجمهوريين هناك مقعد أيضا في ويست برجينيا لمستقل هو الآن يصوته مع الديمقراطيين ولكن المتوقع أن يفوز الجمهوريون بهذا المقعد نعم وفي انتخابات مجلس النواب هل تحمل أرقام استطلاعات الرأي جديدا بشأن من سيحسم الأغلبية قبل أيام من موعد هذه الانتخابات سيدة برمين رأينا بعد السباقات المتقاربة جدا تميلوا إلى إما الجمهوريين أو الديمقراطيين لدينا الآن 25 مقعدا يمكن أن يفوز بهم أي من الحزبين 14 هم للجمهوريين والباقي للديمقراطيين وبالتالي الدمقراطيون قد يسيطروا أو يفوزوا ببعض المقاعد التي كانت جمهورية أما الجمهوريون فقد يحافظوا على أغلبية ضئيلة في مجلس النواب من كاليفورنيا شريكة في بي اس جي خبيرة الاستطلاعات الديمقراطية لينزي فرمين شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك